فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا كما سبق الله جل وعلا لما ذم الأعراب قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم فلا يفهم أن كل من سكن البادية أنه مذموم بل قد يكون فيهم من هو خير من كثير من أهل الحاضرة كما أنه لا يفهم أن كل من سكن البادية يكون محمودا بل ربما يكون فيهم من هو شر من البادية كالمنافقين ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموا نحن نعلمهم والذين جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك هم من المنافقين من الحاضرة في الغالب وكذلك في قول في سورة الفتح سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا هؤلاء منافقون من البادية من الأعراب فالمنافقون قد يكونون من البادية قد يكونون من الحاضرة قال ويقتضي أن من فردت به البادية عن جميع جنس الحاضرة أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه هذا في الجملة نعم من فردت به البادية فهو ناقص عن من فردت به الحاضرة في الجملة